مشكلة تقريبا من يومين ولكن من ساعتين اليوتيوب بيعترف بيها وكمان عن طريق اشعار في استوديو اليوتيوب عايزة اقول لحضرتك ان 95% من حضرتكم ما يعرفوش ان كان فيه مشكلة اساسا وان المشكلة دي تقريبا اتحلت ولكن الاشعار ده انا معرفش ايه فايدته صدقني خلى ناس كتير جدا تسأل هو ايه الاشعار ده متواحد يا فكرة الاشعار او المشكلة دي كان حسام عبدالله في قناته اتكلم عنها من يومين وحصلت في فيديو من فيديوهاتي ولا اتكلمت عليها في بس مباشر لو حضرتك متابعة كان فيديو العشرة مليون مشاهدة الفيديو ده انا كنت متصدر به نتائج البحث ولكن ما كانش بيظهر في الصفحة الرأسية الخاصة بالقناة الخاصة بالقناة ولكن كان جايب مشاهدات يعني ايه اليوتيوب هنا بيقول لحضرتك مقاطع الفيديو التي تم تحملها مؤخرا لا تظهر في الصفحة الرأسية يخبرنا بعضكم ان هذه المشكلة لازلت قائمة بعد تنفيذ الخطوات اللي لما تكلم الدعم الفني ان حضرتك لو عندك اسهال هيقول لك اعمل مسح الزاكرة وحسف ملفات التعريف والله لو عندك اسهال هم حفظين الكلمتين دول ولكن حل المشكلة كالقاتي انت بتعمله خاص واخد بالك لو عامله خاص وكان متصدر نتائج البحث هيرجع ولكن هيتلعت تصدر بعد فترة وده حصل بالفعل في فيديو العشرة مليون مشاهدة لو جينا بصنا مع بعض هنا وكتبنا فيديو العشرة مليون مشاهدة وعملنا بحث الفيديو كان متصدر نتائج البحث بعشرة مليون مشاهدة في البس المباشر لما جيت بحثت بعد لما عملته خاص روح رجعته على اني ببحث مجياش غير لما رجع بقى التعليقات ولما رجع اللايكات لاني بيروح منه التعليقات تقريبا فعشان كده بقول لحضرتك هي فترة دي مشكلة انت هتعمله خاص وترجعتين ده حل المشكلة لكن ان اليوتيوب عامله بقى والقفورة دي وانه يبعث لك اشعار ويعني انا شايف ان الكلام ده كله انت بس بتخلي ملش المحتوى تساءل طب ليه ليه بتصدر طقة سلبية لملش المحتوى ده اللي انا شايفه لكن هو حل المشكلة سهل وكان حسام عبدالله تكلم فيه في قلعته من يومين تقريبا من يومين يوار يا جماعة عملوا خاص وانا اتكرمت في بس مباشر لكن اول ما ظهر الاشعار ده الناس كلها بدأت تساءل هو ايه ده متوحد يا فكرة ايه الاشعار ده اصل 95% من حضرتكم ما يعرفوش ان كان في المشكلة فما عرفش ليه اليوتيوب بيعمل كده ولكن ما تقلقش استمر في انشاء المحتوى وانتج محتوىك وحتتظهر ولو ما ظهرتش هنعمله خاص ونرجع لني وحنظهر ميزات التصفح بتجيب مشاهدات اقتراحات بتجيب مشاهدات وكمان اشعارات بتوصل للنقس مشكلة مؤقتة لا قلق عليها ولا خوف عليك